السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام والجزء رقم 13 من الفصل الرابع مواصلين معكم أنواع العيوب السطحية داخل البلوراء النوع اللي قدامنا اللي هو Tilted Poundary وده بيحصل هوين The angle between two crystals is less than 10 The distortion is not so drastic As to be compared with none crystalline material There are also called Low angle boundaries يعني هذا النوع من العيوب اللي هو Tilted Poundary بيحصل بين الكريستالز نفسها داخل الجرين الوحدة يعني هالجرين باودري كان بين جرين وجرين لكن التلت باودري يحصل جوة الجرين نفسها لما يحصل يكون في زاوية أقل من عشرة بين الكريستالز بعضها وبعض ويسمى برضو Low angle boundary It can be observed as a set of parallel equally spaced edge dislocation of same sign located يعني حتى احنا بلاحظين انه كأنه بيحصل نوع من انواع edge dislocation زي ما احنا شايفين وهو ده اللي بيديها الزاوية لانه يمكن لو كان هذا المكان فيه زرات كان ممكن يبقى منتظم زي الجزء ده وبالتالي يبقى مفيش لإيه هذا العيب A tilt boundary between two slightly misaligned grains appears as an array of edge dislocation طب تعالوا نشوف النوع العيب التالي اللي اسمه A twin boundary A twin boundary عبارة عن ايه A twin boundary happens when the crystals on either side of a plant are mirror image of each other يعني عندي مستويين من مستويات الزرات عندي مستويين من المستويات هذه الكريستالز وقادي crystals يحصل بينهم يبقوا بينين عند المستويات دي كما لو كانوا في مراية بتقسم بينهم عشان كأنهم حتى twin جاي من توأم يعني كأنهم توأم يبقى A twin boundary happens when crystals in either side هنا الكريستالز في هذا الصيد واخد نفس الشكل أو mirror image في هذا الصيد الآخر The green boundary أو عفوا the boundary between the twin crystals will be sign أو signal plan of atom يعني هي بينهم عبارة عن مستويات من مستويات الزرات فقط على مستوى يعني بمعنى بمعنى أن التوين بيحصل عند مستوى من الزرات عند الناحية دي وعند مستوى من الزرات عند الناحية الأخرى زي ما احنا شايفين طيب There is no region of this order and the boundary atom can be viewed as belonging to the crystal structure of both twin يعني أنا هنا ما عنديش region له حجم أو له مساحة ده هو يدوب عبارة عند الخط اللي احنا شايفينه ده اللي هو باين لنا twins are either growing during crystallization or a result of mechanical or thermal work يعني هذا التوين بيحصل لما يحصل green growth أثناء عملية crystallization أو أعادة البلورة لما يحصل مثلاً أنه يحصل في عملية تسخين وتبريد أو معالجات حرارية أو ما شابه عشان كده بيبان نتيجة ليه إما يكون في thermal work اللي هو مثلاً تشكيل على الساخن أو معالجات حرارية أو mechanical deformation حصل دي الماتيريال فممكن أنه يظهر فيها عازل عيد